السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في قناة زمان الموبر اليوم ان شاء الله سوف نحضر مركزات التي تدخل في تحضير مجموعة والعديد من العسائر سوف نبدأ على بركتي الله بالحامض وكذلك تعرفوا ان الليم والحامض يدخل في تحضير العديد من العسائر وكي يكون من الاشياء المنعشة اللي ممكن تحتفظوا بها طيلة السنة هذه العسائر هذه المركزة ممكن تحتفظوا بها مدة سنة ما توقع لهم ولا اول حاجة سوف نأخذه الحامض سوف نبيته في الماء مدة 24 ساعة يعني سوف نجده في الماء مرة مرة سوف نبدل عليه هذا الماء سوف نعطيني كمية كثيرة من العسائر وكذلك سوف نأخذ حتى القشر انا عندي هنا يستكل الحامض سوف نأخذ هذا الاستكل الحامض سوف نأخذ القشرة سوف نأخذ القشرة القشرة الحامض ما الاشياء اللي كنت تعطيه النكهة لان فيها زي وطيارة وهذا القشرة الحامض من نتشة طرقات هي اللي كنت تعطيه البناء وكنت تعطيه المركز قوي جدا ديال العسائر الحامض لهذا دروري تحك هذا القشرة الاصفر ديال الحامض كنحكوه كامل من بعد ما كنحكوه كنقسمو العصير ديالنا كنقسمو الحامض ديالنا على جوجو سوف نبدأ على بركة الله نعصر فيه وكيف كنت لكم علش كنبيتو واحد الليلة كاملة ولا 24 ساعة في الماء باش كيعطيني واحد الكمية كثيرة ديال العصير مايبقاش ناشف مايجيناش ناشف وده بطبارك الله الحامض راه موجود واحد القضية هاد الحامض هاده اللي سنعصر مايجين نرميش هاد الحامض هو باش نغسل الدجاج كندروه في حد القرعة كنزيد عليه الملحة وكنزيد عليه شوية ديال الماء وكنخليه هو فتناجر وقت اللي بتنقسم نغسل الدجاج كنجبدوه كنلقاه موجود كنفرك به الدجاج ديال هنا يمن بعد ما حكينا القشرة الصفرة غادي نزيدو هو في القاعدة منيك تكون عندنا متعلن عندنا 6 كيلو ديال الحامض غادي ندرو معهم 3 كيلو ديال السكر لكن انا هنا لا قدرت فقط جوش كيلو ديال السكر 6 كيلو ديال الحامض درت فيها جوش كيلو ديال السكر كاول حاجة كناخد القشر اللي القشرة اللي حكيت كنزيد عليها سنده اللي هو السكر وكندعكها مزيان بحلى غادي نفركها بيديا مزيان عد غادي نزيد عليها العاصر اللي عصرت كينين طرخ كتيرة لتحضير مركز ليمون كيلي كي طيبو كيلي كي يرقدو هكاك بالقشرة ديالو لكن دائما انا طرقتي لما كتخطأ لما نغيرهاش ومن ومن بدلهاش هيها دي لان النتيجة جد جد مرضية نتجة رائعة رائعة جدا صفي هنا يمكننا خدك العاصر ديال حامد للا عصرت وشفو طبارك الله شحالعطا تستكلو ديال الحامد لها دكت لكم رقدو في الماء ضروري وخي كون داك الخدر الخدر وحط طيبة جد مميزة علصفر العصر دياله ليمو الاخضر والقشر ديال ليمو الاخضر ديال حامد الاخضر صراحة البنة ديالو بوحدة يعني يحتوي واعر بزاف سوف يتنخلط الثاني ده مع القشرة ديال الحامد وكنزيد على العسر ديال الحامد وكنخليه في تلاجه مدة 48 ساعة بالضبط ومرة مرة كنجبدو وكنحركو يعني من نسهاش علي مرة مرة نجبدو نخليه في تلاجه مدة 48 ساعة هنا من بعد ما خليته طيب وغد نصفيه كنصفيوه اما كتديرو واحد الشاشة ولا واحد زفت حياتي ولا شي حاجة اللي غادي تصفيوه وتعصروه هذيك القشرة مزيان كيف مادرت انايا انايا خليت العصير بوحديتو مرقز والقشرة طبيعة الحال ما كنرميهاش هذيك القشرة ديال الحامد للبنات تكون معسلة ومنعوش لكم كيف كيجي الطعم ديالها في الكيك ولا في الحلويات تدجين رائعة تنسمو بها ديروها في حد العلبة وحتفظوا بها في تلاجه إلا بقات تلاجه تبقى غسطة شهر لكن إلا درتها في الموجب مدره تبقى حتى عام يعني تنسمو بها الحلويات ديالكم كيفما اي حاجة اي حاجاتكم على البال العقدة ديال تلوز كيجي المدق ديالها زوين بزاف هنا سوف ناخدو علب اللي غادي نديرو في الفريكو وتنبدو تنعمرو بهاد الكيفية نعمرو يعني انتو ماخدو هانا علشان ادرت العلب كبر لانك تبقى كتاخدو لانك تجيب حل العقدة يعني ما كيجي شخاص هكتلقوه تاخدو منو بالمعلقة البنات اللي ما تيجيهم شخاص حانا اجربو البنات واحد البنت قاتت يود ديرها حتى كان وركم زيان عدا كنهز منو هي الكمية ديال السكر يعني يعني الكمية ديال السكر هانا هي هي اللي كتحكمو فيها يلا درتو واحد نسبة قليلة ديال السكر كونو متأكدين انها مادش يخرج لكم وحد العقدة لكني ندرتو كمية اللي اعتسكم انا هي ان استاكلوا ديال الحمد ونتفاجش كيلو ديال السكر سوف يتنسد العلب ديالي وتنضيرو في الفريقو او المجمد وحتى كذلك هذه القشرة تاية تنضيرها في المجمد والوقت اللي بغيت العصير ديالي مثلا معلقة ججمعة لق 3 ساع لحساب انا يشحى المحتاجة وغد نوركم بعض العصائر اللي ممكن يمشي فيهم هاد المركز ديال العصير الحمد غادي نجيو دابل الفريز الفريز الخشوية باقي غالي يعني باقي موصلش جاك التامان اللي صراحة كنتمنى وانا يوصلش جاك التامان اللي مالتن تناخدوه به كنتناخدو الفريز ديالنا كنتنغسلوه واحد ثلاثة المرات يعني تنغسلوه مزيان نرقدوه في المال تنغسلوه مزيان نحيدو لي ذاك الترب اللي تيكون فيه بالنسبة للفريز فكننغسلوه بديك النباتة الخضره دياله ما تنحيدوه ايش لي كنتعرفوه ان الفريز يعني حساس بززاف يعني دقياء دقياء كيمشي كيضيع لهذا نغسلوه بالنباتة دياله واحد ثلاثة المرات تيحيد منه وتكيسفه منه اذاك الترب من بعد ما غادي نغسلوه كامل انا كنغسل شوية بشوية ما ديش نجيرو فبانيوه كامل نغسلوه لا كي بكتليكم واحد ثلاثة لهذا نمشيوه معا عمر شوية بشوية كنغسل مزيان نخلي يتقطر وغادي ناخد واحد البلاطو كنفرش لي ورق المطبخ او لا ماذا ورق النشاف وغادي نبدا نقطع ديك النباتة الخضره وتنحط الفريزه بهذا الشكل يعني سنوقفها بهذا الكيفية هادي كان بقى نستمر حيث نعمر البلاطو ديالي وهذاك البلاطو البنات من بعد ما غادي نعمره هاد الكيمية هادي اللي غسلت انا في الشبكة هادي غادي نحتفظ بها وهي صينة في المجمد بهذا الكيفية هادي غادي نخليها غادي نغطيها نغطيها بوحده بورق النشاف ونعودها بلاستيك غدائي وندخلها الفريقو مدة ليلة كاملة المجمد من بعد ما غادي تجمد ليلة كاملة غادي نجبدها ونديرها في اكياس بلاستيكية او لف علب خاصة بالمجمد وبهذا الكيفية هادي الفريز كي يحافظ على اللون ديالو تنحافظو علي مدة طويلة وتي يخدم لنا هكيا لابغينا نصيبوه في لطاختة او لف سالاد ولف عاصر ولا اي حاجة يبقى كي يخدم لنا يعني متى يضيحش و متى يهرش النصف المطبقي ديال فريز خديته قطعتو طريفات صغار كيف غادي تشوفو غادي نصيب منو المركز ديال فراولال اللي تهوه ما كيخطانيش في العسائر غادي ناخد اخديت اعنايا هنا تقريبا واحد الكيلو ونصد ديال فريز وستعليه واحد ثلاثمائة جرام ديال ساني دا وبييته ليلة كاملة يعني خليته ليلة كاملة غير على بره بلا تلاجة اصلا مع الصباح مني تتنوضو تتلقاوها مع الصباح مني تتنوضو تتلقاوها مع الصباح مني تتنوضو تتلقاوها وطلقا ذاك المادي يالو بحيث شكل ديال سيرو ووفش كتغليه مدة عشرين دقيقة قبل ما غادي نطفع لي غادي نعصر علي واحد المعلقة صغيرة ديال الحامض غادي نعصر علي شوية الحامض غادي نطفع لي دابون خليه حتى يبرد تماما عدم طحنه ما نطيبوش بزا في عشرين دقيقة كافي انه يطيب انا هنا يمور فتندر معكم كمية كتيره ديال فريز ليما درت كمية قليلة لانا نحتفط بالفريز هكا كي مكتلكم صين غادي نحتق افترح عليكم بعض العسائر غادي نحنا نبدو بالعسر الاول في واحد تفاحة خضرة كن اكد انها تكون خضرة كنخدنا اخدوها بالقشرة ديالها غادي نضيف لي هاجه حبات ديال لافوكا صغار وحبات ديال البانان عادة ما كننعرفو ان العسر ديال لافوكا كيمشي مع الفواكه والفواكه الجافة كيمشي مع الحليب انا من الناس اللي كي يجيني العسر ديال لافوكا بالحليب تقيل ساعتها متنقدش عليه وتقدرني في معدى ديالي لكن هادا منها تتجربوه بالحامض طيقوني را تيجي خفيفو تيجي رائع جدا واخدروا غير غير لافوكا بوحديتها مع الحامض راحتها تجيب بنينب لا ما تزيدو لها لا تفاح لبانان تيجي المادقة ديالها رائع جدا المادقة ديالي تيجي فن وزار حسن من ديال الحليب كيمشي تدجي تقيله سوف نأخذ دابة واحد ثلاثة المعالقة من هاداك المركز ديال الحامض اللي صيبنا شوفوا تبارك الله كيف يكون عنتمو تنزو غير بالمعلقة القياس اللي بغينا هنا بما انا المركز حلو انا ما غاديش نزيد الحلاوة ما نزيد لسكر العسل لين فريد لن تلتيبو شوية الحلاوة فضروري ما نزيدو واحد المعلقة ولا جوج ديال السكر ثاني دولة ديال العسل تيبقى لهم الاختيار هاداك العسل كنزيد عليه اترو ونصف ديال الماء الكيميير اللي اعطيتكم ديال الفوكا والبانان اترو ونصف ديال الماء بالضبط غادي نجيو دابة لهذا العسل هدا كوكتيل ماشي عاصل هدا كوكتيل اللي غادي ندير فيه كنناخد المركز ديال الفراول اللي صايبت كننديروه فالكاس بوحديته ما كنزيدليه لما الوالو من بعد كنناخد عندي حباد ديال المونغ مع طريف ديال السكين جبير حباد المونغ مع طريف ديال سكين جبير حتى الخوخ كنندير لي نفس القضية حتى الخوخ تاوكي مشي بحلو بحل المونغ وغادي ندير لي تاوه وحد جوج معالق حتى لثلاثة من ذاك المركز ديال الحامض وكننقول لكم دي ما انا هنا ما غادي نزيد الحلاوه اللي تيب غادي نزيد الحلاوه يزيدها هاد العاصر هدا بما انه هو كوكتيل ما ديس نديرو فيه كمية كتير تاعمة تقريبا واحد من السيترو كان طحن ذوك المكونات مع السيترو ديال الماء كيف كتشوفو رو كيبقى تقيل وكنخويه فوق من المركز ديال الفراول اللي يدري تلدحت غادي نجيو لهاداة اوه مو نعيشه رائع جدا انتي عجبني انا تخصير مخاما شي ديما لكن مره بش حال كنا اخدو طريفات ديال الحامض ها كاكساينين اوه تنزيدو عليهم واحد المعلقة من المركز ديال الفراولة هولا ديال الفراولة هولا ديال الفريز ها غادي نزحت ورقة اللي ينعناه وتنخبو عليه كنديرو يعني مكعبة تعتج حتى هوما ورقة ونزيدو المونادة البيضة المونادة البيضة المونادة البيضة اللي القرعة ديالها خضره يالي درت اعنايا كنا واحدة قرعتها بيضة لكن انا كنفضل لقرعتها خضره الخضره جزوين وتيجي مونه ليساوي اعجب بزاو اللي اتحرك ننجدو واحدة ووصيقو عندكم كمونة سباة واحدة هاتية من العصائر اللي تفع بزاوه و هذا المركز الفراولة صراحة مع المونة تبايدة كما تقوله يعني تبايد جزوين و تيقدر غارض هذا كان العصائر اللي حدرنا اليوم كان هذا الابوكا و هذا كوكتيل المونغو الفريز و العصير اللي اقترحت عليكم الفريز والنعناع والحامض و هذا المركزات كيف شفتم معايا اللي حدرنا هنا تبقى واحد المدة في تلاجة ما تبقى عليهم والو في المجمد يضرع اليوم العام والفريز ديالنا شوفوا تبقى في اللون دياله و تبقى مفرق يعني ما تيصقشي على شيء تبقى مفرق يعني سيلكة هز الكميه اللي بغات ترجع البلاستيك المجمد كانت من هده مركزة يجبوكم و رقم سباق و كانت منها تجربوا بماد العصائر و هم اللي اقترحت عليكم اليوم و هذا هو الفيديو ديالنا خليتلكم الراحة الى حلقة مقابلة بحولي لا دمتم فرعات الله وحبتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة